إذن أعلنت الصين عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي فيما أعلنت تسجيل 41 إصابة جديدة لوافدين من الخارج وأبدى مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم تفاؤله بسبب عدم الإبلاغ عن حالات جديدة في مدينة وهان الصينية للمرة الأولى بعد أن كانت مركز تفشي الوباء لدينا أخبار جيدة وجديدة اليوم لم تبلغ وهان عن أي حالات جديدة لأول مرة منذ بدء تفشي المرض وتوفر وهان الأمل لبقية العالم حتى في أكثر الحالات خطورة يمكن تغييرها